عطش في بلاد ما بين النهرين لا غرابة جفاف يقتل الأطفال والوالدين لا غرابة حرب لا توقفها الإنسانية لا غرابة ولا غريب في العراق أن يجف النهر من مائه وتجف فرصة العيش لأجيال بالملايين تغول إيران في مياه العراقيين تغول وصل حد الحرب والسلاح الأخطر في يد إيران بشواهد تنقلها الكاميرات تارة والبيانات الدولية تارة أخرى والشكوى التي لا تجف عن الصوت المرتفع لفضح انتهاكات الجارة على مصادر المياه واستغلالها وتخريب مستقبلها النتيجة اليوم أخطر من المتوقع حيث التحذير الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من تداعيات موسم الجفاف الذي ضرب العراق هذا العام لأكثر من مليوني طفل وأسرهم في العراق بعد أن يقع فريسة العجز المائي المتوقع في عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل وليست إيران وحدها إنما أصابع الاتهام تتجه نحو تركيا كذلك والرابط بين الجفاف والتغول من الجيران رابط وثيق حيث البدائل التي يسعى لها العراق لتأمين حاجة المواطن من مياه الشرب على أقل تقدير توقفها عوائق انتهاك حقوق المياه من قبل إيران وتركيا ضرب لمواثيق مهمة مثل اتفاقية الجزائر التي ترسم الحدود النهرية وتحفظ حق العراق في مائه أما النتائج الكارثية فبدأ يلمسها المزارع العراقي والقطاع الصناعي وكل بيت يعيش على أمل أن يرتوي من عطش قد يسود